السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم السبت 9-9 أيلول سبتمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية عصر يوم الغد الأحد ساعة 4 و35 دقيقة بعد العصر القمر بيصير موجود في برج الأسد يعني اليوم القمر موجود في برج السرطان القمر طبعا اليوم موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود فيها أي المنزلة لغاية الساعة 6 و17 دقيقة صباحا من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها على منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل طبعا القمر بما أنه موجود في برج السرطان معناته اليوم منشعر بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الأمان إنه لا أحبانا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقرات زي استيجار أو بيع مثلا أو زي صيانة تصليح زراعة نبتة أو الشجيرة أو الانتباه لأطفالنا أو قضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد هاي زاوية ذروتها الساعة ثنتين وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبتزيد من خيالنا وبتقوّل من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبرضو بصير في عنا ثقة بالنفس عالية ومنتألّق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية ذروتها ساعة 11 وثمانية وثلاثين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كانها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة وبنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة وحدة وثمانية وأربعين دقيقة بعد الظهر منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح في العلاقات العاطفية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة وغشاء الصفاق اللي هو الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيغلف جدار البطن الداخلي ويغطي الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر بالنسبة لهذا اليوم طبعاً يصلح لعمليات جراحية غير الأعضاء اللي ذكرناها وأيضاً مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضاً ويصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التخليدية ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه ما زال موجود في برج السرطان خلو المسار القادم بيبدأ يوم الغد ساعة 12 و46 دقيقة ظهراً وبيستمر حتى تمام الساعة 4 و35 دقيقة بعد العصر ليستقر القمر في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم في تمام الساعة 10 و46 دقيقة مساءً بصير عمره 25 يوم نسبة الإضاءة 22% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم بتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهمش إنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بتقول تحاذروا من المصاريف والتصرفات العدائية ولا تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من بعض الإرهاق النفسي وممكن تسمعوا بعض العتاب أو اللوم بسبب إهمالكم أو بسبب كلام جارح برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبراً على الطرقات هذا اليوم يوم مناسب لا اجتياز امتحان أو مقابلة أو علاقة عاطفية حولوا انكوا تعبروا عن آراءكم ولكن بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات ولا تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة وما رح تهدأ وتيرتك اليوم عندك نشاط وعندك كثير من الالتزامات برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً هذا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي عن طريق عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية أهم شيء أن تخففوا من النفقات قدر الإمكان ممكن تناقشوا موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصلوا على تسوية اللي بتحلموا فيها وبتفتح أمامكم أبواب للحوار والنقاش البناء برر مواقفك ووضح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً اليوم أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة في حياتكم بيحمل هذا اليوم تقدم وأخبار جيدة وجديدة وبتعيدلكم النشاط لحياتكم اليومية ويعتبر هذا اليوم من الأيام المميزة بسبب الزوايا الإيجابية رح تتشكل هذا اليوم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً رح يظل التعب مسيطر عليكم لغاية عصر يوم الغد لحديث ما القمر يوصل لعنكم فعشان هيك بتكون تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل العاجل وتخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة للآمال وربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو التعب الصحي خلال هاي الفترة بتفشل أعمالك في حصد النجاح وبتخيب آمالك لتأجيل أو لإلغاء في اللحظات الأخيرة أي شخص بيوعدك في شيء اعرف إنه ما رح يوفي بوعده برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطه اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تجنبوا انتقاد أي شخص خلال هذا اليوم بناسبك العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل أو الأصدقاء أنت اليوم بحاجة للتحالف وبتفرح لتفاهم الآخرين لا إلك وممكن تحصل على التأييد اللي أنت بترغب فيه وبتشارك فيه ورشة عمل وبنصحك إنك اليوم تنجز كل أعمالك الضرورية والمهمة لأن يوم الغد في ساعات العصر القمر رح يوصل لبيت متعبك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا شوي هيك بدهم يركزوا بشكل جيد ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معك ولا بيتعاون معك لا تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح صحيح إنه الفترة هاي فيها بعض القلق والتوتر لكن فيها كثير من الإيجابيات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب تنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب ولكن بتكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيشوا أجمل اللحظات وأكثرها حظاً وبتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك ونقاشاتك وحواراتك أهم شيء أنه ما تقف ساكن اتحرك لأنه اليوم في كثير من المكاسب حتى على المستوى العاطفي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض اتصرف بدون تباطل لتصحيح الأوضاع ولععادة بعض الأمور لنصابها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات وحاول أنك ما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن أنك تعالج موضوع مالي أو إداري خلال هذا اليوم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ولكن القمر ما زال موجود مقابلكم رغم أنه ما في مخاطر كبيرة ولكن اليوم تقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل أو العاضفة أو ما بين الأزواج وهذه فترة شوي فيها نوع من أنواع التوتر فلأن القمر مقابلك وطاقتك ضعيفة فممكن تتورط في أزمة بسبب عصبيتك ممكن تضطر للإبطاء بمسار معين أو خطوات معينة أو يتغير نمط معين لا توجه أي انتقاد لأي شخص برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو بيتراكم العمل لديكم ولكن بتقول حاولوا إنجاز ما بوسعكم من العمل دون إهمال صحتكم وحاولوا أنكم ما تدخلوا في أي مواجهة مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أو مع زبائنك بالمكان العمل وحاذروا من التراجع الصحي حاول أنك تغير من أولوياتك إذا دعت الحاجة وما تعاند وباكر لعملك تفادي لأي تأخير في العمل وبرضو زي ما حكينا أهم شي العمل والصحة وممكن صحتك أو صحة أحد الأحباء برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا وبرضو اليوم بيقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور ممتازة جدا اليوم يعني فرص ممتازة للترفيه وحد للتجميل لا أمور إلها علاقة بالأبناء ولا فرحة ممكن تدخل عليك أو خبر يسعدك يعني بمعنى آخر فترة إيجابية لازم تتحرك لحصد النجاحات هيك نكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر